تحرير مطار الحديدة بات واقعا بعد أن ظل لأيام عجلا متوقعا وعلى وقع المشاهد الواقعية تلاشت فيديوهات الحوثي المسجلة مسبقا من داخل المطار والتي يستخدمها للتغرير بمقاتله وأنصاره عاد مطار الحديدة إلى رحاب الجمهورية ونطاق الشرعية وعلى طريق استعادة الميناء يتقدم أبطال الجيش والمقاومة مدعومين بإسناد مستمر من التحالف وما بين المطار والميناء تستعاد مدينة الحديدة التي اختطفتها الميليشيا ضمن وطن كبير يشك أن يهزم ميليشيا الاختطاف استبق الحوثيون هزيمتهم في مطار الحديدة بمحاولة التقليل من أهميته الاستراتيجية في مسار المعركة غير أن التقليل الزائف لا يصمد أمام الأهمية الحقيقية فمع استعادة المطار يغضو أبطال الشرعية في عمق الحديدة فعلا لا على أطرافها فقط وعلى مقربة من المطار يقع شريان الحديدة البري الذي تستخدمه تعزيزات الميليشيا طريق الحديدة صنعاء فيما يصبح الميناء الهدف القادم ولو عبر التفاف بطول 20 كم تجنبا لسقوط مدنيين يضع تحرير المطار الميليشيا إذن داخل دائرة شبه مغلقة إلا من ممرات فرار لمن أراد ولأن الحوثيين مجرد ميليشيا قتل يحاولون جعل فاتورة هزيمتهم باهضة الثمن من خلال شبكات الألغام وقصف المساكن بالدبابات إضافة لمحاولة جر الجيش لحرب شوارع يسقط فيها مزيد من المدنيين الذي تتخذهم الميليشيا دروعا بشرية محاولات يؤكد مراقبون أنها لن تمنع السقوط المؤكدة للميليشيا في الحديدة ولن تحول أيضا دون تأثير ذلك في التسريع بمسار النصر المكتمل وإزالة الانقلاب بشكل كامل موسيقى